اهلا بكم ليلة جامدة بدون اي تحفيل نهائيا ليلة جامدة وما فيهاش تحفيل لا تعيرني ولا عايرك الهم طيلني وطيلك عموما قبل ما اقولك اساسيات الكورة لازم ان تبقى فاهم ان اي مدرب اجنابي هيجي عندنا في مصر ويفتكر نفسه هيخترع كرة قدم يبقى مدرب فاشل سري في اللفظ فاشل وغلطان كمان لان اساسيات كرة القدم بتقول ويفشل في تدريب اي نادي يمسكه ايا كان النادي ده بعيدا عن ان كولر فتى النهاردة وبعيدا كمان عن ان المدرب الزمالك بيخترع كرة النهاردة احب اقولك ان اساسيات الكرة يا جوزية جوميز من وجهة نظر الشخصية مركز الحراسة مفوش اي تغيير ما ينفعش يا باشا فيه روتيشن مش كل ماتش تلعب واحد جديد ما ينفعش تغير فيه بمعنى صح ده بعيدا عن فكرة ان محمد صبحي لا يصلح لممارسة الكرة نهائيا ودي علامة تعجب على اختيار العميد حسام حسن في منتخب مصر عموما الحاجة التانية مركز الدفاع برضو نفس الكلام ما ينفعش في مركز المدافع ان انت كل مرة تلعب لنا بواحد شكل ده بعيدا برضو عن فكرة ان المحمود علاء في وش مصيبة لا انت لعبته حسام عبم جيد والمسلوسي سبت شاية سبت يا عم سبحان الله انا مش فاهم ازاي تعال في نص الملعب نفس الحوار عندك روءة ما بيعرفش يعمل بس صح مش كده كمان وبس لا ده احاب بقولك كمان ان روءة ملوش اي علاقة بالكرة لا من بعيد ولا من قريب سبحان الله الاغرب من كده ومن غرائب الدنيا من وجهة نظر الشخصية محمد شحاتة استبعاده عن القائمة انا مش فاهم ازاي لا فاهم ازاي ولا عارف كيف ومركز المهاجم برضو نفس الكلام لازم ان تثبت مهاجم ده بعيدا عن ان احنا اساسا ما عندناش مهاجم من التلاتة والتلاتة اللي يصلحوا ان هما يلبسوا فنلة نادي الزمالك العظيم عموما الزمالك من اسوأ لاسوأ وسبحان الله انا مش فاهم ايه اللي بيحصل في الزمالك نهائيا عموما قرأة كأس الكنفدرالية اتعاملت النهاردة الزمالك هيلعب فيوتشر والحمد لله ان احنا في شهر رمضان الزمالك مش هيسافر ولا حاجة دي حاجة كويسة واحد وتلاتين تلاتة هلعب فيوتشر في ملعب السلام على ارض فيوتشر والماتش التاني سبع اربعة في استاد الكاهرة احب اقولك حاجة مهمة للغاية ان كل ماتشات الزمالك لحد الفنال لحد الفنال العودة في الكاهرة بما شاءت لها ودي ان شاء الله تكون بشرة سعيدة والزمالك لو خسر الكنفدرالية يشوف له اي لعبة تاني لعبها غير كورة الزمالك لو خسر كأس الكنفدرالية من وجهة نظر الشخصية بطولة قرية توديك بطولة قرية تانية كأس السوبر الافريكي وتعلي مستوك شوية داخل الكارة والله العظيم لو خسرها حتى نقطة بركان وتحاد العاصمة بيعدوا عن طريقك لحد الفنال هتقابلهم في الفنال هيدرابوا ببعض لحد الفنال اكسب وروح للملعب المالي تكسب ان شاء الله بإذن الله الماتش التاني عندك في الكاهرة سيمي فاينال تروح للنهاية ان شاء الله هتاخدوا تعافر عموما ان شاء الله خيرا الاهلي برضو قرعته بسم الله ما شاء الله واعف سيمبا الناس بقى لمقتنعة ان سيمبا هو اضعف من مازمبي والتراجي بقى غلطانين سيمبا اصعب على اهلي من التراجي ومن مازمبي من وجهة نظر الشخصية فريق منضبط جدا تكتيكيا داخل الميدان لازم ان كلنا نبقى فاهمين النقطة دي كويس ان سيمبا فريق كبير مش فريق قليلا ان شاء الله الاهلي قادر على تخط الصعاب وقادر وحتة مهمة كمان الاهلي برضو لحد الفنال كل ما تشاءت الاياب داخل الكاهرة ان شاء الله الاهلي والزمالك بمشاة الرحمن النهاردة الاهلي والبنك سبحان الله انا كزام الكوي منتظر الاهلي ضيع اي بونت الاهلي حاجة غريبة سبحان الله لا تتحدث اطلاقا عن السقوط حاجة غريبة ما تعرفش السقوط ده هيجيلك من ايه مهما ما تتوقعش ان اللي قدامك ده يوقع سبحان الله بيوقع ومن فريق اساسا يعتبر في اخر الجدول في المركز الخمستاشر تقريبا فريق البنك الاهلي الاهلي النهاردة كولر بقى يفتي انا اول مرة نشوف كولر من ساعة ما مسك الاهلي بيفتي بيفتي في التشكيل وبيفتي في كل حاجة بيلعب ناس مش في اماكنها عمر كما لعب واحد مش في مكانه مصطفى شبير اللي بقعدنا نقول فيه اشعار الفترات الاخيرة سبحان الله انا مش فاهم الاهلي النهاردة كأنه مش موجود سبحان الله الاهلي لسه كسبان لسه كسبان الزمالك في بطولة مهمة وبطولة جماهيرية في السعودية واخد كأس مصر من الزمالك منذ ايام النهاردة سبحان الله بيشرب جمهوره الامرين في ماتش سهل جدا وفي المتناول خلي بالكم بعيدا عن فكرة الزمالك وان الزمالك منافس للاهلي والكلام ده الزمالك مش منافس اساسا الزمالك الدور الاول مش هيوصل اساسا في الخمسة او الستة الاوائل ليه لان عندك المصري وعندك امبي وعندك بيراميز الناس دي لعب 14 و 15 ماتش و 4 و 5 و 6 و 27 بونت احب اقولك ان الزمالك اللي عنده 15 بونت وعنده فقط 6 ماتشات 6 ماتشات وانتهاء الدور الاول بالنسبة للزمالك 6 ماتشات فيهم الاهلي لو هتتجنب الاهلي على جنب عشان تكسب الستة وتوصل للتلاتين بونت انت مش تاخد التاني ولا التالت ولا الرابع برضو سبحان الله يعني الزمالك كمان ممكن ما تلاقوش في دور الابطال السنة الجاية وممكن مايلعبش في الكونفدرالية في حالة عدم فوزه بالكونفدرالية السنة دي يعني الفوز بالكونفدرالية لا محالة والله العظيم ما نبقاش لنا علاقة بالكورة نهائيا كولر كان بيفتي الصراحة بمنتهى الوضوح لعبة الاهلي علامات استفهام كبيرة النهاردة في الماتش ماتشات غريبة من قطباي قرة القدم ليلة سقوط الكبار عموما ان شاء الله بإذن الله بالتوفيق لزمالكنا العظيم في كأس الكونفدرالية وبالتوفيق للاهلي العظيم ان شاء الله في دور الابطال ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس انا عجبك الفيديو حبيب قلبي دمتم في امان الله